المجدور الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة مشاهدين الكرام في كل مكان برحب حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب وبنهني حضراتكم بعيد الميلاد المجيد أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فإن كنت بتحتفل بأعيد الميلاد 25 ديسمبر أو هتحتفل بي يوم 7 يناير الحقيقة ستظل واحدة وثابتة وهي أن الكلمة صار جسدا وحلى بيننا فكل سنة وحضراتكم بكل الخير وبكل السلام عنوان حلقة اليوم هو تجسد المسيح في نبوات العهد القديم لم يكن حادث التجسد حادث عبر لكن هذا الحادث المهم أعد له الله نبوات كثيرة في العهد القديم تحدثت عن مجيء المسيح وتحدثت عن المكان وعن الزمان وعن الطريقة التي بها سيأتي كلمة الله الأزلي ويدخل إلى عالمنا في هذه الحلقة أحب أننا أخذ حضراتكم في رحلة كده مختصرة وسريعة عن نبوات العهد القديم المتعلقة بالتجسد لأنه عندما جاء من الزمان الوقت الذي ولد فيه المسيح هذا الوقت هو وقت معين من قبل الرب وهو وقت أيضا تنبأ عنه الرب قديما في نبوات كثيرة مباشرة يعني النصوص واضحة واضحة جدا تتحدث عن مجيء المسيح في ظهوره لتلمزي عمواس تحدث الرب يسوع مع تلمزي عمواس وقال لهم أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب معنى كده أن هناك أمور مختصة بالرب يسوع المسيح بتجسده وبحياته وخدمته وبأيضا صلبه وموته تحدثت عنها الكتب المقدسة من موسى وأيضا جميع الكتب لما يكلم عن موسى يكلم هنا عن الثلاث أقسام التي يتكون منهما العهد القديم موسى يمثل التوراة أصفار موسى الخامسة التكوين والخروج ولويين والعدد والتثنية وجميع الأنبياء الأنبياء المتقدمين والأنبياء المتأخرين وأيضا جميع الكتب القسم الثالث الذي يتكون منه العهد القديم وكأن الرب يسوع يقول أنه من أول سفر في أصفار الكتاب المقدس وحتى آخر سفر في العهد القديم توجد نبوات متعلقة بي بحياتي مجيئي وبموتي وأيضا بقيمتي وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في نموس موسى والأنبياء والمزامير والمزامير هو أيضا أول يعني الجزء الأخير وهو الكتب الكتبين كذلك نحن نسميه الجزء الأخير بيبدأ بالمزامير ولأن المزامير اعتبر أكبر جزء فيه فأوقات كثيرة كان يشار إليه أيضا بالمزامير حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أرشاليم ولحنا نعمله النهاردة هنركز فقط حديثنا عن النبوات المتعلقة بتجسد الرب يسوع المسيح نبوات متعلقة بالتجسد هذه النبوات يعني زي ما حضراتكم تعرفوا أنه نبوات العهد القديم وإعلان الله في العهد القديم بيبدأ بنسميه إعلان بروجرسيف إعلان يعني على مراحل هذا الإعلان اللي على مراحل بيبدأ دايما بصورة كبيرة وبعدين يبدأ الفوكس أو التركيز يبقى مختصر على أشياء أصغر فأصغر 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 وبيبدأ بنسل المرأة أول إعلان بنجده مرتبط بمجيء المسيح وتجسده مرتبط بالإعلان عن نسل المرأة وهنا نكلم عن الجزء ده وبعدين من نسل المرأة بيختار الله نسل إبراهيم بيدعو الله إبراهيم وبيقيم له أمة كويس هذه الأمة هي التي منها سيأتي الرب يسوع ومن نسل إبراهيم بيديني تركيز أكتر على صبت يهوزة وعلى نسل داود كويس وبعدين بيكلمني عن الميلاد العذراوي إنه سيولد من عذراء وبيكلمني أيضا أنه سيولد في بيت لحم وهنشوف هذا التطور في كلمة الله وإحنا بناخد هذه الجولة في النبوات المتعلقة بتجسد الرب يسوع المسيح أو خليني أحطها بالشكل ده لما بنبدأ الأول بنبدأ بالصورة الكبيرة الصورة الكبيرة نسل المرأة وهنا في تكوين 3.15 بيقول لنا وأضع عداوة بينك وبين المرأة بيكلم الرب هنا عندما أدان الحية بيقول لها أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يصحك رأسك وأنت تصحقين عقبه وهذه الآية بنسميها هي الآية الأولى اللي في الكتاب المؤدس اللي بتتكلم عن إنه سيأتي من نسل المرأة من يصحق رأس الحية سيأتي من نسل المرأة من يصحق إبليس سيأتي من نسل المرأة من مرة ييعيد الإنسان إلى العلاقة مع الله كما كانت قبل السقوط هنا السورة أوضحها لحضراتكم أكتر في الرسمة دي بنجد نسل المرأة ونسل المرأة هو يعني طبعا نسل المرأة كلنا جينا من نسل المرأة كلنا أتينا من آدم ومن حواء كويس؟ لكن بنجد التركيز وإحنا بنقرأ الكتير المؤدس إنه التركيز بيبقى والفوكس بيبدأ يقل ويقل ويبقى الفوكس يوصل إلى نقطة محددة كويس؟ فيبيبقى هنا من نسل المرأة وبعدين بيقول لي إنه من نسل سام يعني أولاد نوح كانوا ثلاثة سام وحام ويافف فييجي منين؟ هيجي من أني واحد منهم يجي من نسل سام وبعدين هيأتي من نسل إبراهيم كويس؟ وبعدين هيأتي من نسل يعقوب نسل إبراهيم كان عنده اتنين إبراهيم كان عنده إسماعيل وكان عنده إسحاء فهيأتي من نسل يعقوب ومن نسل إسحاء ومن نسل إسحاء سيأتي يعقوب ومن نسل يعقوب يعقوب كان عنده 12 سبطا أو خرج منه 12 سبطا هيأتي من نسل يهوزة ومن نسل يهوزة أو من سبط يهوزة هيأتي من بيت في سبط يهوزة اسمه بيت داود كويس؟ عشي كده الصورة دي مهمة جدا لانها بتوضح للتطور في نبوات العهد القديم المتعلقة بتجسد المسيح يعني الدايرة الكبيرة وبعدين دايرة بتصغر وبتصغر وبتصغر لحد لما توصل الى التركيز الفوكس كله بيكون على بيت داود والرب يسوع بحسب الجسد هو ابن داود واتى من بيت داود من صبت يهوزة من يعقوب من نسل اسحاق من نسل ابراهيم من نسل سام من الدايرة الكبيرة انه نسل المرأة كويس فهنا الرسمة دي بتوضح لي بالزبط كيف تتطورت نبوات العهد القديم المتعلقة بتجسد الرب يسوع كويس لما نيجي بقى الى نسل العبارة واضع عداوة بينك وبين المرأة بين نسلك ونسلها هو يصحك رأسك وانت تصحكين عاقبه الاية دي بيطلق عليها الانجيل الاول بمعنى ايه بمعنى انها اول بشارة مفرحة متعلقة برد الانسان كويس الى مكانته وصحك الشيطان الذي اضل الانسان وجعله يسقط في الخطيئة فهي اول بشارة اول خبر صار بنسميها بروتو ايفانجيليوم او باول بشارة اعلنت عن مجيء المسيح اول خبر صار اول انجيل الانجيل الاول المتعلق برب يسوع المسيح هو يصحك رأسك من الذي يصحك رأس الحية هو يشفتك رأشو هو يصحك رأسك طيب لما نيجل هنا هل اليهود فصروا الاية دي على ان اشارة الى المسيح بكل تأكيد الترجوم اليهودي اونكليوس او ترجوم يونثان او ترجوم الارشليمي ترجمت النص العبري الى الارمية قبل ميلاد المسيح بمئات السنين على انه نص يشير الى المسيح هو اسم الاشارة هنا يشير الى المسيح هو المسيح المسيح الذي سيأتي من نسل المرأة هو يصحك رأس الحية كويس فمن هو الذي سيصحك رأس الحية انه نسل المرأة اي ذلك الشخص الذي سيأتي من نسل المرأة عشو كده الترجمة السبعينية حطت هو هنا بالمذكر اسمه مذكر مش النسل كنسل لانه كلمة نسل يعني زارع او حتى بالانجليز سيد بنسميها collective noun اوقات تشير الى الجمع واوقات تشير الى المفرد لكن الترجمة السبعينية حطتها كاسم مذكر هو اشارة الى المسيح الذي سيأتي عشو كده بنجد تحقيق هذه النبوة موجود في العهد الجديد وبيأكدوا ايضا الرسول بوليس لم يقول ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني في غلطية ثلاثة فالمسيح سيأتي من نسل المرأة السورة الكبيرة او الديرة الكبيرة الاولى اللي شفناها انه من نسل المرأة من نسل المرأة سيكون انسانا مثلنا في كل شيء مثلنا لكن بلا خطيئة بلا خطيئة ويكون مثلنا وانسانا مثلنا لكي ما ينوب عنه لانه لا يستطيع احد ان ينوب عن الانسان الا الانسان لابد ان يكون المسيح المخلص انسانا نائبا عنا امام الله والمسيح هو هذا الشخص الذي تحققت فيه هذه النبوة انه نسل المرأة لكن بلا خطيئة اناب عن الانسان لانه ايضا انسان كامل هو اله حق من اله حق لكنه مولود غير مخلوق ومساوي للآب في الجوهر لكنه ارتضى ان يلبس ثوبنا ويأخذ جسد بشريتنا ويكون واحد مننا لينوب عنا كمخلص حاجة تانية والنوطة التانية انه مش بس من نسل المرأة لانه نسل المرأة جي منه كتير لما نقرأ في سفر التكوين بعد كده بنقرأ عن من نسل المرأة خرج خرج لينا قيين وهبيل لكن هبيل مات وبعدين خرج لينا شيف وبعد كده بدأت الاجناس وال ال 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 نسل المرأة يكثر في الارض حتى جاءت ايام نوح كويس وامتلأت الارض منهم لكن ايام نوح اي نوح كان عنده تلات ولاد فمن اي الاولاد الثلاثة سيأتي المسية مهما ينفعش يأتي من التلات ابناء لازم هيأتي من واحد منهم من هو يقولنا كتاب انه سام من نسل سام عشان كده لما نقرأ لما نشوف السورة دي تاني السورة دي مهمة جدا في دراستنا لنبوات التجسد المتعلقة بالرب يسوع المسيح وما جيه فبنجد انه زي ما قلت الدايرة الاولى دي كلمنا عنها بالتفصيل وبعدين وبعدين هنا بنيجي للدايرة التانية احنا لسه في الدايرة التانية الدايرة التانية بتصغر شوية عن الدايرة الاولى وزي ما قلت التركيز والفوكس بيكون اكتر على حاجة اقل من الدايرة الاولى كويس فهو نسل المرأة من نسل سام هنتكلم عن الاجزاء البقية لكن لما نقرأ في تكوين تسعة وفي عدد ستة وعشرين وسبعة وعشرين يقول مبارك الرب الى سام وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله ليافذ فيسكن فيسكن الله في مساكن سام بأين سيسكن الله في مساكن سام سام يمثل الابن الذي سيأتي منه ومن نسله المسيح الابن المبارك الذي سيأتي منه المسيح كويس مبارك يهوى الى سام بروخ ادناي الهي شام مبارك الرب اله سام لان الرب هيسكن في خيام سام هنا بنقول يعلن نوح من خلال هذه البركة المجيدة أو بنسميها دوكسولوجي كويس أو دوكسولوجيكال بنيدكشنز البركة التمجيد هذه أن الرب إله العهد هو إله سام فسام عرف بعلاقته بيهوى والرب نفسه عرف بأنه إله سام يبقى المتابع معايا يعرف أنه الديرة الكبيرة الأولى أن المسيح سيأتي من ناس للمرأة لكن بيتيجي ديرة تحتها أصغر أنه المسيح سيأتي من ناس لمين من ناس سام مهمة جدا في التدرج الإعلان التدرجي عن الرب يسوع اللي موجود في الكتاب عدس الإعلان التدرجي لما أقول إعلان الله متدرج يختلف 180 درجة عن الفكر الإسلامي الناس والمنسوخ كويس لأنه فكرة الناس والمنسوخ أنه الآية التي تأتي بعد ممكن لها السلطان أنا تلغي الآية اللي قتت قبل ده مش موجود في الكتاب مؤدس لكن موجود في الكتاب المؤدس إعلان تدرجي أنه أنت بتبني بناء أو بتركز التركيز بتاعك بيديق وبيديق مع الوقت كويس فهذا البناء اللي أنت بتبنيه أنك بتحط القاعدة العامة الأول أن المسيح سيأتي من ناس للمرأة لكن بتبدأ تحط بعد كده الدور الأول والتاني والشبابيك لحد لما يكتمل البناء كويس فيبدأ فيبدأ هنا الصورة شوية توضح شوية لما أخذ من ناس للمرأة نوح وأخذ من ناس لنوح سام كويس لأنه بعد كده بنقرأ في تكوين عشرة أنه خرج من ناس لسام وحافظ وكانعان خرج منهم أكتر من سبعين أمة وتفرقوا في كل بلاد العالم كويس لكن دي نقطة مهمة والبركة التي ينالها سام هي شخص الرب نفسه مصدر كل بركة أنه الإله الذي يختار ويقود ويبارك ويعدد لقد اختار الرب سام ليكون مباركا ويتسلط على كل الأرض فمن سام سيأتي من يصحك رأس الحية وقد جاء يسوع المسيح فهو من ناس للمرأة وهو أيضا من ناس لمين من ناس سام طيب الدائرة الدائرة هتقل أكتر الدائرة هتقل أكتر والتركيز هيبدأ يقل ويبقى واضح أكتر فنيجي هنا إنه من ناس الإبراهيم زي ما قلت من سام خرجت أيضا أمم كثيرة لكن من أي شخص أو أي أمة سيأتي المسيح من الأمم التي خرجت من سام من مين كويس فبنجد هنا التركيز بيبدأ يقل آه ده هناك عائلة معينة هذه العائلة الرب اختارها واختار رأسها إبراهيم ومن إبراهيم هيقيم أمة فبنرى هنا الدايرة قلت شايفين الدايرة الأولى ديا كبيرة الدايرة التانية أصغر الدايرة التالتة أصغر كويس فهنا بدأ التركيز يقل ربنا بيدي الإعلانات مع الوقت ومع الزمن وبيبني هذا البناء حتى يكتمل الإعلان الكتاب المؤدس عن مجيء الرب يسوع المسيح فلما يأتي ملء الزمان يأتي المسيح متجسدا كويس فبنرى هنا عن نسل إبراهيم وعن دعوة الله لإبراهيم ده كله بنجده في سفر التكوين بنجد في تكوين ثلاثة نسل المرأة بنجد في تكوين تسعة نسل سام بنجد في تكوين اتناشر كويس بتبدأ من تكوين اتناشر بيبدأ دعوته وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي قريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولا عينك ألعنه دعوت الله لإبراهيم إبراهيم اللي احنا بنقول عليه أبو الأباء أو أبو الإيمان كويس إبراهيم وجميع الأنبياء أيضا من سمويل فما بعد جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عهد به الله أباؤنا قائلا لإبراهيم كويس وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروري يبقى بنعرف أنه تتبارك في نسلك وكلمة نسل زي ما يقول الرسول بوليس أنه استخدمت بالمفرد وليس بالجمع أنه شخص شخص المسيح الذي سيأتي من إبراهيم لكي ما تتبارك فيه جميع قبائل الأرض يبقى المسيح مش بس نسل المرأة وليس فقط من نسل سام لكنه أيضا من نسل مين نسل إبراهيم هو ابن إبراهيم نسل إبراهيم اللي فيه تحققت وتحقق الوعد أنه فيك تتبارك جميع قبائل الأرض فيك تتبارك جميع قبائل الأرض دايرة تبدأ تقل إبراهيم زي ما قلت كان عنده ولدين عنده إسماعيل من هاجر وعنده إسحق من سر بعد كده طبعا إبراهيم اتجاوز بعد موت سر لكن يهميني جدا الولدين دول أو النسلين دول إسماعيل أبوه بركه وداله وقاله إيه انفصل عن ابني إسحق أما إسحق فهو ابن البركة إسحق هو ابن الوعد إسحق هو اللي الرب قال لإبراهيم أنه بنسلك تتبارك وهذا النسل لابد أن يكون مش بس من إبراهيم لكن إبراهيم وصارة لأنه صارة كانت عاكر والمعجزة حصلت بعد خمسة وعشرين سنة من دعوة الله لإبراهيم لما إبراهيم كان عنده خمسة وسبعين سنة الرب دعاه وقال له أخرج وخرجت معاه سارة كان مرتبط بسارة كويس لكن إبراهيم قعد خمسة وعشرين سنة منتظر أن يتحقق الوعد والرب يعطيه ابن من خلال سارة لكن في وسط الظروف والانتظار والملل وضعف الإيمان كويس جات فكرة طيب ما تاخد هاجر وخلف منها واللي يجي لك منها يدعى لك ابنا بس ده ما كانش وعد الرب كان وعد الرب أنه من خلال سارة كان لابد أن الرب يصنع معجزة مع إبراهيم ويعطي له ابنا من رحم ميت ومن امرأة عاكر فإبراهيم هو الوعد أنه لابد أن يتمم من خلال سارة وليس هاجر كويس عشي كده من من إبراهيم خرج إسحاء وإسحاء كان عنده أيضا ولدين كان عنده عيسو وكان عنده يعقوب وعيسو كان شرير وصنع الشر وارتبت بالأمم كويس فمين اللي من خلاله هتأتي البركة تركزت البركة على يعقوب يعقوب اللي رب اختاره واللي رب أيضا من خلال نسله سيقيم وسيأتي المسيح فبنجد هنا أنه يعقوب جاب 12 ابن كان عنده 12 ولد كويس ابتداء من رقبي مشمعون ولوي إلى آخر الليستة بتاعة الأبناء من الـ 12 ابن دول كويس اتكونت الأمة اليهودية كلها اللي صاروا فيما بعد هم 12 سبت 12 سبت أصبت أصبت إسرائيل الإسنا عشر 12 سبت كويس الـ 12 سبت دول من أي سبت سيأتي المسيح ما هم ينفعش يأتي من الـ 12 لابد أنه الدايرة تقل شوية كويس فالمسيح سيأتي من نسل يهوزة من نسل يهوزة ويهوزة هو الرابع في الترتيب كويس الرابع في الترتيب هو مش البكر البكر رفض وشمعون ولاوي رفضه يجي الدور على مين على يهوزة وبنجد الدايرة كده بتقل أكتر وبدي أكتر كويس الدايرة بتقل وبدي أكتر ونقدر نشوف نقدر نشوف هنا إزاي هذه الدايرة بتقل زي ما يكون عندك تليسكوب 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 الأول بتشوف بيه من مسافة بعيدة مساحة أكبر لكن انت عندك فيه زرار تقدر تركز تقدر تفوكس على نقطة معينة يعني يعني لما تطلع مثلا لو تليسكوب اللي موجود على برج القاهرة أو غيره شغال كويس فأنت تقدر تشوف القاهرة لكن تقدر تزوم من التليسكوب ده على مثلا مبنى الإزاعة وتلفزيون على مثلا وزارة الخارجية على مثلا النادي زمالك على منطقة معينة على الهرم كويس على الهرمات تقدر ان انت هتزوم فالدائرة تقل بتاعتك كويس ده بالزبط هنا انه نسل المرأة دائلة كبيرة وبعد كده بيجي بعدها نسل سام بعد كده بيجي بعدها نسل إبراهيم وإسحاق ومن نسل إسحاق بيجي التركيز هنا على نسل يعقوب ومن يعقوب من يعقوب بيأتي نسل يهوزة يبقى احنا وصلنا وصلنا من نسل المرأة إلى صبت واحد في أمة واحدة صبت واحد هو صبت يهوزة من أمة واحدة موجودة مع أمم كثيرة على الأرض هي الأمة اليهودية كويس فبدأ التركيز هنا ايه يوضح ويقل احنا هنبدأ نشوف تفاصيل كويس نسل يهوزة طيب يقول كده عن نسل يهوزة في بركة يعقوب ولما نتكلم عن بركة يعقوب في تكوين 49 نحن نتكلم لن نتكلم عن أب مثلا جمع ولاده حواليه وقال له يا ابني فلان أنا بصلي ربنا يبركك ويبرك بيتك ويبرك شغلك وانت يا فلان ربنا يدي لك ابن ويكثر من ناس لك ويبارك حياتك وانت يا بنت ربنا يبعث لك زوج صالح يا خاف الله ده نبعده شوية ده مش المقصود بركة يعقوب هي نبوات هي ليست أمنيات هي نبوات كويس وعش كده لما نبص إلى البركة دي هي نبوة وليست أمنيات فهو لا يتمنى ليهوزا أن يكون حاكم نا ده هو يتنبأ يتنبأ أن يهوزا يهوزا هيكون حاكم وسيظل حاكم إلى أن يأتي منه الحاكم أو الملك اللي هيوعد به الرب فدي نبوات عشان كده يقول في تكوين تسعة واربعين وعدة تمانية لا يزول قضيب كلمة قضيب تشير إلى قضيب الملك دايما عندنا في الرسومات المصرية القديمة لما نلاقي فرعون واقف بيبقى ماسج السولجان بتاعه قضيب الملك لا يزول قضيب من يهوزا ومشترع من بين رجليه من يضع التشريع يعني لابد أن يكون حاكم كويس حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب يعني يعني النبوة دي نبوة مهمة جدا طب ايه معنى كلمة شيلون شيلون إذا ترجمناها ترجمة الحرفية هتكون الذي له أو belonging to him هذا شخص له له إيبا له المجد والكرامة والسلطان والملك هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فأعطيه إياه لو حطينا الكلمة دي في حسقية الواحد وعشرين هذا أيضا لا يكون حتى يأتي الذي له الحكم فشيلون هو الذي له الحكم هو يتحدث عن مجهي ابن من نسل يهوزة له الحكم لحد الوقت يمكن حضرتك لك أنا مش فاهم حاضر هنوصل إلى 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 فهم حقيقي اللي هذه النبوة أو ممكن حتى until he comes to whom it rightfully belong أو الذي له الحق والملك طب ازاي يعني حتى يأتي الذي له القديب القديب الملك والمشترع the ruler كويس حقيقتان في النبوة دي النبوة دي بتقول لي أول حاجة أنه لن ينتهي سبط يهوزة حتى يأتي منه المسيح المنتظر لن ينتهي سبط يهوزة حتى يأتي المسيح المنتظر أنا عارف أنه حضراتكم أو عدد من حضراتكم يعرف كويس العهد لدي ويعرف أنه بعد موت سليمان انقسمت المملكة إلى مملكتين إلى قسمين سميها المملكة الجنوبية المملكة الشمالية اللي فوق سوري والمملكة الجنوبية اللي تحت المملكة الشمالية تكونت من عشر أصباط المملكة الجنوبية اللي تحت كانت صغيرة شوية كونت من سبطين سبط كبير أوي أوي هو سبط يهوزة والسبط الثاني هو سبط مين بن يمين كويس فانقسمت المملكة المملكة الشمالية كل الذين ملكوا فيها كانوا أشرار أي نعم سليمان وبعده انقسمت المملكة لكن الذين ملكوا أيضا ملكوا في المملكة الشمالية لم يكونوا من أساسا من بيت داود أنكمل النقطة دي لنا مهمة لكن اللي همني أن المملكة الشمالية لم تحتوي على صبت يهوزة المملكة الشمالية احتويت على الأصباط العاش وسنة 722 أتت أشور بجبرتها وقوتها ومحت هذه المملكة من الوجود حتى الحد النهاردة بنسميهم العشر أصباط الضائعة كويس عشر أصباط ضائعين ضعوا ما رجعوش تاني وحتى اللي رجعوا للسامرة ما كانوش أيضا يهود كانوا ميكس لكن العشر أصباط أبقاش لي موجود اللي ظلت في الجنوب تحت كانت مملكة يهوزة مملكة يهوزة ومملكة يهوزة سنة 586 أتى نبو خزنصر وحاصر المدينة ودمر الهيكل وأحرك المدينة وأخذ اليهود اللي عايشين فيها سبايا لكن ظل صبط يهوزة سبعين سنة في السبي ورجع صبط يهوزة ظل سبعين سنة في السبي في بابل ورجع رجع صبط يهوزة عندما أصدر كورش الملك قرار بعد هزيمة بابل وملك مادي وفارس كامبراطورية عظيمة أصدر كورش الملك القرار بإنه اللي عايز يرجع إلى أرضه يرجع فخمسين ألف أول دفعة من اليهود رجعت على يد زارو بابل وبعدين نقرأ عن القصة دي في عزرة وفي نحمية وإلى آخره كويس لكن سبط يهوزة ظل ظل لم يختفي والرب اتحقق اللي قاله قال أنا هقطع الشجرة لكن هخلي جزرها علشان هينبط قضيب من يهوزة أنا مش هقطع يهوزة أنا هعاقب يهوزة على خطايا لكني مش همح يهوزة من على وجه الأرض وعش كده النقطة دي مهمة جدا لن ينتهي سبط يهوزة حتى يأتي منه المسيح مش هينتهي غير ما يأتي وظل سبط يهوزة قائم حتى مجيء الرب يسوع المسيح شوف قدقين اللي بيقوله رب بيتحق الحاجة التانية انه المسيح يكون خضوع الشعوب والأمم المسيح هيكون خضوع الشعوب والأمم هيكون ملك طيب حاجة الأخرى المهمة انه المسيح ايضا اتكلم عنه الكتاب على انه كوكب الصبح المنير سفر العدد بنقرأ هذه النبوة وحي بالعام بن بعور وحي الرجل المفتوح العينين وحي الذي يسمع اقوال الله ويعرف معرفة العلي الذي يرى رؤيا القدير ساقطا ومكشوف العينين اراه ولكن ليس الان ابسره ولكن ليس قريبا يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل نفس اللي قاله يهوزة نفس اللي قاله سوري يعقوب عن يهوزة بنجده هنا يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل كوكب اشارة الى ملك عظيم وقضيب يشير ايضا الى الملك وعشان كده بنقرأ انه لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في ايام هيرودس الملك از مجوس من المشرق قد جاءوا الى ورشاليم قائلين اين هو المولود ملك اليهود فاننا رأينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له يبرز كوكب من يعقوب وتظل هذه النبوة اللي قال عنها اللي قال عنها قبل كده كويس بالعام انه اراه ولكن ليس الان عندما عندما اتت ات يسوع المسيح هذا الكوكب ظهر وارشد المجوس الى حيث ولد يسوع المسيح رأوا نجمه في المشرق واتوا لكيما يسجدوا له الى اي مدى النبوات بتتحقق في شخص الرب يسوع شكذا في سفر رؤية يقول نفس الحقيقة انا يسوع انا اصل وزري داود كوكب الصبح المنير يسوع بتكلم عنه انا يسوع انا اصل وزري داود كوكب الصبح المنير اصل وزري داود من اوجد من اوجد زري داود هو ابن داود بحسب الجسد لكنه في نفس الوقت ربي داود اللي قال عنه في مزمور 110 قال لربي اجلس عن يميني حتى اضع عدائك موت عن القدم واللي الرب يسوع استخدم نفس الاية لكيما يعني يطرح سؤالا لهوتيا معقدا على اليهود قال لهم المسيح ابن من هو قال له ابن داود قال لهم فكيف يدعوه داود ربا قائلا قال رب لربي اجلس عن يميني حتى اضع عدائك موتا للقدمين هو ابن داود بحسب الجاس لكنه فعليا رب داود وهنا اقول انا اصل وزرية داود اصل وزرية داود فنشوف ازاي النبوات كلها بتنصب بتنصب في المسيح بتتحقق في المسيح كتاب المعدس لم يحدثني فقط على ان المسيح من نسل المرأة وان المسيح من نسل سام وان المسيح من نسل ابراهيم وانه من نسل اسحاق وانه من نسل يعقوب وانه من صبت يهوزة وانه من بيت داود لا 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 دا دقة الكتاب المعدس كلمني كمان عن الطريقة اللي هيدخل بيها المسيح للعالم واين يولد المسيح طريقة والمكان وشكده لما نقرأ في اشعياء سبعة وانا عملت حلقة او اتنين عن اشعياء سبعة ورديت على كل الاعتراضات اللي بيحاول البعض انه ينفي انها لها علاقة بالمسيح ممكن حضراتكم يعني ترجعوا لبرنامج عبر الكتاب سواء الحلقات اللي موجودة كلها على islamexplain.com هتتعمل كليك على عبر الكتاب هيجي لك كل الحلقات بتاعت عبر الكتاب هتلاقي حلقة او اتنين عن الميلاد العذراوي وكمان على اليوتيوب ممكن تجد الحلقة موجودة او على قناة الحياة او على صفحة عبر الكتاب على الفيسبوك كل الاعتراضات فانا مش هرجع فيها يعني مش هقولها تاني لكن هنا باختصار هذكر الاية كويس بيقول ايه في اشعياء سبعة بيقول ولكن يعطيكم السيد الرب ولكن يعطيكم السيد نفسه آية اوض سوبر ناترال ثيم حاجة معجزية تحصل كويس هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم منويل هالعذراء كويس تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم منويل هذي النبوة نبوة مهمة جدا ونبوة مرتبطة بالمستقبل بمجيء المسيح ومرتبطة بنسل يهوزة وببيت داود مرتبطة بنسل داود يعني القارينة بتاعتها في اشعياء سبعة مرتبطة ارتباط كل بنسل داود ان نسل داود لن يزول حتى يأتي منه المسيح وان الرب سيعطي لبيت داود آية ولكن يعطيكم السيد نفسه هنا الرب بيكلم بيت داود بيت داود اللي كان واقع تحت التهديد انه الاعداء عايزين يشيلوا احاز ويحطوا واحد اخر مش من بيت داود وبكده يعتبر نهاية لبيت داود لكن رب بيقول لبيت داود ما تخافش الا انا وعدته هيتم وانه مجيء المسيح من بيت داود مهم جدا وهيتم بالزبط ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عدراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل من هو الطفل الذي تتحدث عنه هذه النبوة نفسي قلت كل اعتراضات انا رديت عليها في حلقات كويس قبل كده سواء كلمة علمة سواء هل لي علاقة بالحاضر ولا لي علاقة بالمستقبل كل هذه الامور ردت عليك الحقيقة الواضحة من هذه النبوة انها نبوة مرتبطة بالمستقبل بميلاد المسيح من بيت داود حتى الترجمة السبعينية ادركت هذه الحقيقة ولما كلمت عن هالعذراء استخدمت الكلمة اليوناني التي تشير الى عذراء لم تعرف رجل بارثينوس كمان الكتاب مش بس كلمني عن الطريقة اللي يدخل بها المسيح لكن كلمني عن المكان الذي يولد فيه يسوع المسيح اين يولد المسيح مكان ميلاده اما انتي يا بيت لحم في ميخة خمسة عدد اتنين اما انتي يا بيت لحم افراته وانتي صغيرة ان تكوني بين الوف يهود فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على اسرائيل وما خارجه منذ القديم منذ ايام الازال وقلت ان الاية دي اية مهمة جدا لانها مش بس بتكلمني عن اين يولد المسيح لكن بتكلمني عن طبيعة المسيح بتقول لي انه اه هيولد في بيت لحم لكن خلي بالك انه ميلاده في بيت لحم ليس بديته ده هو شخص ازلي ده ما خارجه منذ القديم منذ ايام الازل ومن هو ازلي الا شخص الله ما خارجه منذ القديم فبتكلمني عن لهوته زي ما بيقول قانون الايمان مولود غير مخلوق فهو ولد في لحظة من الزمان اتى من عذراء ولد من مريم العذراء لكنه حقيقة هو ازلي الوجود وده اللي بتقوله الاية هنا وبتقوله بكل وضوح الذي وما خارجه منذ القديم منذ ايام الازل هو هيولد في بيت لحم لكن ليس ولدته في بيت لحم هي بدايته ولا بداية وجوده ده وجوده بالتجسد لكن وجوده كاقنوم ككلمة الله الازلي الموجود مع الله هو وجود ازلي عشان كده يقول الكتاب عن تحقيق هذه النبوة وانا يعني الواحد لما بيقف قدام نبواته كده المعدس يشعر بعظمة الله وبسلطان الله وسيادة الله ما فيش حاجة ربنا ألها وما تميتش ما فيش حاجة ربنا ألها وما تميتش ما فيش حاجة ربنا وعد بيها وخلف لانه كل نبوة علشان تتحقق هي محتاجة معجزة محتاجة معجزة ولان الله نفسه هو اللي وعد وقال فهو يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله كل معجزة بقاء سبط يهوزة ده كان معجزة بقاء بيت داود كان معجزة ميلاد المسيح من عذراء ده آية ومعجزة ميلاد المسيح في بيت لح معجزة أخرى لكن لأن الله هو اللي وعد وهو اللي أعطى هذه النبوة فهذه النبوة تحقيقها متوقف مية في المية على قدرة الله وليس على قدرة البشر شان كده نقرأ في لؤة واحد يقول لنا هذه الكلمات في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة اسم المدينة فين في الناصرة والناصرة دي تقع تحت أنهي مدينة كبيرة أو علينا أقول محافظة تقع تحت محافظة عند محافظة الجليل والجليل دي فوق في الشمال كويس الملاك أتى وبشر مريم في مدينة الناصرة ومريم كانت عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية دا كلام مين دا كلام الملاك المكلف أنه يقول لمريم ومكلف من الله أن يعلنه لمريم ها أنت ستحبلين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية طيب في معضلة النبوة بتقول أن المسيح سيولد في بيت لحم في اليهودية صح نبوة ميخة مريم وجدت حبلة وأوشكت على الأولادة في مدينة الناصرة في منطقة الجليل تحت المسيح المسيح يولد في الجنوب تحت في مدينة أورشاليم مريم جاه الخبر في الناصرة في الشمال ووجدت حبلة في الشمال وأوشكت على الولادة وهي موجودة فين في الشمال كيف يمكن أن تتحقق النبوة هالعذراء تحمل وتلد هتتم لكن بيت لحم مش هتتم لأنه خلاص مريم حامل وفي أيامها الأخيرة وأوشكت على الولادة ومفيش أبدا راجل ممكن يعرض الحامل للولادة كويس لمخاطر الولادة أنه يخدها ويسافر بيها من الشمال إلى الجنوب مسافة طويلة حتى يصل إلى بيت لحم لا يوجد أبدا داعي لكده دايما الحامل بينصحوها أنه في الأسبوع الأخيرة ما تسافرش كويس المسافة بين النصير وبيت لحم حوالي 156 كيلو يعني حوالي 96 ميل يعني بتاخد مع الإنسان الطبيعي يمشي أربعة أيام أو خمس أيام لأنه ما بيقدرش الإنسان يمشي أكتر من 20 ميل أو حاجة و20 كيلو 27 أو 28 كيلو في اليوم بابين جبال وديان ومخاطر هنا بيجي ربنا يدخل قبل ميلاد المسيح وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر يعمل الأمر أعظم ملك في التاريخ في ذلك الوقت الإمبراطورية الرومانية اللي اليهودية خاض عليها وفي تلك الأيام صدر أمر أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة نعم الاكتتاب إحصاء وهذا الاكتتاب الأول جرأس كان كيرينيوس والي سوريا فذهب الجميع ليكتتبوا يعني يوسف أطاع الأمر ليس لأنه لشيء إلا خوفا من يوليوس قيصر لأنه عدم تنفيذ أمر الحاكم يعرض يوسف وعيلته للخطر فيوسف الغلبان أخذ مريم ونزل بها شد على أحمر ونزل بها من الشمال إلى الجنوب وقطع أربعة يام أو أكتر من أربعة يام سفر عشان يوصل إلى بيت لحم لأنه لما توصل إلى بيت لحم هتولد في بيت لحم فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة النصرة إلى اليهودية من اللي حرك ده كله ملك الملوك ورب الأرباب من الذي جعل يوليوس قيسر يصدر أمرا في ذلك التوقيت إلا شخص الرب ومن الذي جعل يوسف ينزل بمريم من النصرة إلى اليهودية إلى بيت لحم لكي تتحقق النبوة هو يغير الأوقات والأزمنة يعز الملوكا وينص الملوكا وهكذا نرى أحبائي أن تجسد المسيح ودخول العالم لم يكن صدفة لكنه سبقها إعدادات كثيرة من نبوات ومن أحداث ومن أشياء وعشان كده تتحقق الآية اللي تقول ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس هذا هو يسوع المسيح الذي أعد العالم كله لمجيد لأنه أتى في الوقت المعين الذي فيه يستطيع أن يقدم نفسه فدية عن كثيرين أتى يسوع ليكون مخلصا للعالم ولد لكم اليوم في مدينة أرشليم مخلص هو المسيح الرب كل سنة وحضراتكم طيبين